مسلسل عروس بارود الجزء الثالث تسريبات الحلقة الثلاثة وعشرين تابعوا نهاية الفيديو بعد اللي حصل في السوق وواحد قابلت الست ليلة وقارت لها ان قادم ادلكو الاصر كهدية بتروح له وبتقول له اشكر على الخطة الالهية اللي افسدت مخططاتك علشاني وعلشانك ولما بيردوا بيقولها مش فاهم كلمة عن ايه بالضبط ردت وقالت انت عمال بتتكلم وبتغتنم الفرصة وكمان بتقول ان انت ادت لنا الاصر ده كمنحة او كهدية وانت عارف ان احنا مش كده مش بنيبقى الهدايا والناس كلها بتتكلم في كده وانت واحد مريض قال لها انا جيت لك بومنتها لصدق ويدتك المفتاح يبقى ليه تزعلي والكلام ده مش فاهم انت تتكلمي معايا كده ليه انا مش فاهم بترده بتقول انت عارف قصدي كويس انا بقولك ابعد عني وعن اولادي بلاقي بعد كده خليل وفارس قاعدين بيتكلموا مع كرم طبعا خليل كان متضايق جدا لانه مش بيحب كرم واقعدين في مطعم وكرم كان جاهان وعمال بياكل وبيعرض عليه فارس الشراكة وخليل طبعا كان متضايق جدا لكن كرم بيوافق على طول على شراكتهم وبيجيب سيرة ناية وبيتضايق خليل اما بالنسبة لعادل قاعد بيتكلم مع ليلة بيقول لها ليه روحت الادم كان ممكن ابقى انا اروح او حتى اولادك وبيقدم لها هدية هدية الماظ عبارة عن عقت علشان تلبسه يوم الحفلة وبيقول لها انا عايز الست بتاعتي تلبس حاجة انا شريها لها في الحفلة وممكن تشطبعا هقدر ان انا ادي لك الهدية قدام العيال اولادك اكيد طبعا هيتضايقه كتير جدا وهيفضلوا كده مبرقين لي علشان كده قلت قابلك واتدي لك الهدية دي عفيف ومعاه الخدم وبيشتغلوا في المطبخ علشان الحفلة اللي هتعملها ليلة بمناسبة رجوع الاصر وصارب تبقى تعبانة شوية وبيقدم لها عفيف اي اكل كده علشان خاطر هي تعبانة ومعادتها تعبانة جدا من الحمل الكل موجود في المطبخ ومبسوط جدا وسعيد وبيتجهز علشان الحفلة والحفلة طبعا بتقام وتبقى حفلة كبيرة جدا الكل موجود لكن ليلة لسه منازلتش ليلة بتنزل في كامل اناقتها وشاكتها والكل طبعا عمال كده بيبص عليها ولما نزلت مسكت في عادل على طول وشفت اصحابها القدام ورحبت بيهم جدا اما بالنسبة لامير كان بيصورها بالكاميرا الجديدة وكان كمان معايا دارين كان عزمها على الحفلة قريبت نايا متضايقة جدا من الوش لانها دايما بتحب تقعد في هدوء وطيرا كتب وعايزة تمشي نايا بتقترع عليها ان هي تتفضل على فوق تقعد شوية وبتقول لها كمان ان سوريا بتضحك ومبسوطة من قلبها قالت لها طيب ما تمشيش انت ممكن يعني تريح شوية فوق وبتقول لها تفضلي فوق ارتاحي ونايا مع خليل في الاحتفال وكرم موجود وطبعا خليل بيغير جدا من كرم طالر موجود وداليا والكل اما بالنسبة للبنت قريبة نايا بتطلع فوق وبتدخل الاوضة اللي فيها هادي كان مريح شوية دخلت ولم رأيته بالوضع ده خافت لا يكون مات بدأت ان هي تحركه وتصحيه فقام مفزوع قالت له معلش انا كنت فاكرة ان انت موت انا اسفة جدا قال لها دي مش قطي بس انا يعني برتاح شوية وقالت له انا قريبة نايا وانا اسفة وهي خرجة بتقابل نايا وطبعا هادي بيجي ورها ونايا بتقول لها ان ده يبقى اخو خليل وبتنزل نايا بتقول لهادي ان دي قريبتها وهي اصلا بتحب تقرأ كتب دايما وما كانتش بتحب تلعب زينا فارس وصراية مع بعض وقفين كده بيحبوا بعض والكل عمال بيتفرج عليهم وبيبتسم اما في استنداليا فبيقع عليه حالا قصير وبتروح سارة علشان خاطر تشوف اي صرفة بتفتح الباب وبتلاقي ادم اللي بيقول لها انا جاي مدعو مش هعمل اي مشاكل اتطمني اول ما بيدخل الانظار كلها بتبقى عليه والكل بيستغرب جدا وطبعا سارة ما بتشوفه بتاخد بعضها وبتمشي وسراية بتقول لها تعالي خليكي حنطلع فوق طيب قالت لها لا اه انا لازم امشي قالت لها طب هقول لي هادي عشان يوصل قالت لها لا اسبيني انا عايز امشي لوحدي اما بالنسبة الخليل فبيروح يقوله ايه اللي جابك هنا فارس بيقول انا عايز اتكلم معاه وبيقول لادم انتظرني في الحديقة انا جاي وراك وطبعا كان الكل قلقان جدا ومش عارف ممكن ادم يعمل ايه ادم بيروح على الحديقة الشتوية وبيستناهم بيروحوا طبعا التلاتة فارس وخليل وكمان هادي وبيسألوا انت جيت هنا ليه وعايز ايه فارس بيعرض عليه الشراقة بيقول له تشاركني احنا ما عندنا شراء سمال وعايزين نعمل اعادة هيكلة انت هتبقى معانا كمساهم وحتبقى من مجلس الادارة والمال اللي انت هتدفعه هيكون يعني تبع الاصر انا بعرض عليك الشراقة ولو فشلنا ممكن تاخد الاصر بعد كده وتسترده ليك طبعا خليل بيتدائق وبيقوله انت مجنون يا فارس ازاي تعمل كده لكن فارس عارفه وبيقوله ايه كويس وبيقوله انا بعرض عليك الشراقة قاله طب لو ما حققتش ارباح وليه المخاطرة اصلا رد فارس وقال له هتاخد الاصر ده ليك هنعمل من العقد وانت هتبقى حصة المساهم بس يعني المبلغ اللي هتدفعه هو المبلغ بتاع تمن المنزل والعقدة هينتهي طبعا وهتليغي في اي وقت وبيتفق معاه وادم بيوافق وبيمشي الناس جوه بيتكلمه عن ادم ممكن يكون سبب مشاكل او حاجة لكن الوضع تمام جدا الناس بدأت تمشي وبدأوا يسلموا على ليلة ويمشوا لكن طبعا كان خليل منتهق جدا وبيقوله ازاي تسلم ادم رقبتنا وازاي تقوله على كده احنا مسدقنا اخلصنا منه لكن بيقوله هنعمل ايه لازم نخليه تحت السيطرة وكمان لازم حد يساعدنا وكان خليل بتنرفز ومتعصب جدا وبيقوله ازاي تشاركوه وازاي ما تاخدش رأينا في حاجة هادي بيتعب وبيجروا علشان يجبوله الدواب بتاعه بعد كده بيمشي وقريبة نايا بتقوله ياريت توصل لي معاك صار بتوصل البيت وبتبقى بتعيط وغضبانة جدا وخايفة ومتدايقة وبتجي لأسورية وبتحصلها ومعاها بعض الحلويات علشان هي ما كملتش الحفلة كانت مدايقة جدا وعمالة بتاكل وعمالة بتشرب على اخرها وطبعا كانت متوترة جدا بسبب وجود ادم ومعنقفه ده صورية بتحاول تهديها وبتقول لها ان انا عملت كتير يعني ايه الفرق بيني وبين ادم ما انا كمان رحت كنت عايزة اقهد طفلي من غير ما اقوله اي حاجة انا برضو عمالة بغض بعمل اخطاء وسورية بتحاول ان هي تهديها وتقول لها مفيش حاجة حصلت خلاص بالناس بقى لقريبة ناية بتروح وبتخلي هادي وقفها وبتروح وبتغبط ازاز احد الناس بيقطوبة وبتقول له يلا نطلع نجري وبتطلع تجري وهادي بيقولها عملت ايه وبيطلع واحد لما وبيشوف هادي والمجنونة طبعا دي اخدت هادي وطلعت تجري وقالت له انها كان نفسها من زمان تعمل كده وبتتأسف له على حصل وبتقول له ما كنتش اصد ذننا اورطك لكن انا فعلا كان نفسي اعمل حاجة زي دي من زمان ان ده كان خطيبي ويسامني قبل كده دي كان التسريبات الحلقة 23 من مسلسل عروس ميلوتي الجزء التالت ربا ملخص بتاعي وانا اعجبكم اشتركوا في القناة علشان توصلكوا كل التسريبات بايبا اشتركوا في القناة